اشتركوا في القناة وزهرة المدائن أنكروا إليكم جميعا تحيات الأخ الرئيس وتمنياته لكافة أبناء شعبنا مسيحيه ومسلميه وساميريه بعام جديد يسوده الوفاق والسلام والوحدة فالعياد المجيدة في بلادنا هي عيد الكل فلسطيني وحدث وطني بامتياز بكل مشاعر الفرح والأمل التي نحتشد فينا هذه الليلة نفتح قلوبنا للنور والمحبة والرحمة ونضيء معا شجرة عيد الميلاد إيذانا ببدء الاستعدادات للاحتفالات المجيدة في فلسطين التي علينا اليوم واجب صون إرثها وتاريخها الممتد في التعايش والتآخي والترابط كل عام وأنتم بخير جميعا الحضور الكريم نلتقي اليوم ونحن في أتون مواجهة قاسية وشرسة مع العدوان الإسرائيلي السافر ومع الإدارة الأمريكية التي اختارت أن تدعم الانتهاكات الإسرائيلية وأن تواصل مع إسرائيل مخططات تمزيق الكيان والهوية الفلسطينية من خلال تعميق الاحتلال وتوسيع وتسريع الاستيطان واستهداف المؤسسات والقيادات الفلسطينية في الكدس في محاولة لاقتلاع الوجود الفلسطيني منها وعزلها بشكل تام عن محيطها وفي وقت تستهدف فيه المقدسات المسيحية والإسلامية ويحرم الفلسطينيين من الصلاة في رحابها وإذ نواجه سياسة الأبرطايد التي تمارسها إسرائيل ونقاوم بكل ما أوتينا من عزم مخططات اقتلاعنا من الأرض وتجريدنا من حضراتنا وتاريخنا فإننا أحوج ما يكون إلى صون رسالة المسيح عليه السلام بالمزيد من الوحدة والوفاق ونبدل انكسام والخلاف لنكون فاعلين مؤثرين في حمل قضية شعبنا والانخراط مع العالم في محاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية والتطرف من مدينة السلام نطالب المنظومة الدولية بكافة مكوناتها وقواها بإنقاذ حل الدولتين الذي نجمع على وجوب تنفيذه وتجمع معظم دول العالم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا العزل وإنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا ولا يزال بسبب الصمت الدولي الذي شجع طوال هذه العقود إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها واستهتارها بالقانون الدولي والشرعية الدولية والتنصل من استحقاقات عملية السلام نشكر ضيوف فلسطين على وجودهم بيننا في أقوى صور المحبة والتضامن والمودة فشعبنا وهو ماض في نضاله وفي تشبثه بالأرض واللغة والهوية إنما يعول على التساع التضامن الدولي مع حقوق شعبنا الفلسطيني ونحو إنفاذ كافة القرارات الدولية والأممية المتعلقة بفلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الظالم عنها من على أرض فلسطين موطن الأنبياء والقديسين أهنئكم جميعاً وهنئ كافة شعوب العالم بمناسبة عياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية أهدنا أن نعمل معاً للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وتاريخها ولتكريس هويتنا الجامعة وسنعمل ما كافة أحرار العالم والدول الصديقة والشقيقة لمحاربة الظلم والطغيان والاستبداد أياً كان مصدرهم وسننتصر ولو بعد حين وستنتصر أيضاً إرادة البناء والإعمار والازدهار فنحن على يقين بأنه لا يمكن لأي احتلال مهما طال أو استبد أن يطبي صهوية شعبنا الفلسطيني أو تاريخه الممتد عبر العقود وستبكى إرادة الحياة متخدة فينا عازمين على نير السيادة والاستقلال الذين نصب إليهما وبالتأكيد نستحكهما المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر وكل عام وأنتم بخير جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين نقلنا لحضراتكم كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله خلال إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة المهد ببيت لحم أو ساحة المهد بمدينة بيت لحم وذلك إذن بانطلاق احتفالة عياد الميلاد المجيدة رئيس الوزراء أكد في كلمته المقضبة والقصيرة على المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وطلب المنظمة الدولية بإنقاذ حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل وأكد أن هذا الصمت الدولي شجع دولة الاحتلال على التمادي بانتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني أيضا توجه دولة رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا والعالم بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية إلى هنا تنتهي هذه التغطية أشكركم طبعا المتابعة دمتم بخير وفي أمان الله اشتركوا في القناة